رئيس السيسي يستقبل الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة الرئيس السيسي يهنئ العاملين بالجهاز الإداري ويثمن جهودهم لخدمة المواطنين والداخلية التونسية تكشف مخططاً لاغتيال الرئيس قيس سعيد الثالثة بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرنج نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلاً بكم استقبل رئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي جاء ذلك بحسب ما أثاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة هنأ فيها جموع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة وذلك في افتتاحية ملحقت مجلة التنمية الإدارية الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وخلال التهنئة أشار رئيس السيسي إلى أن هذا اليوم يمثل مناسبة لتذكير بالقيام الإنسانية والأخلاقية للعمل والجد والاكتهاد وحب الأوطان الذين هم أساس الخدمة العامة مشيرا إلى أن العمل بجد واكتهاد قيمة عظمتها الأديان السماوية ومجدتها الطبائع الإنسانية أما حب الأوطان فهو شرف لا يحمله إلا المخلصون الذين هم أعمدة بلادهم كما أضاف الرئيس السيسي أنه بعد مرور ثماني سنوات على وضع خطة الإصلاح الإداري ما زالت تسعى الدولة بأن يسهم الجهاز الإداري في مسيرة التنمية والتقدم لبلدنا بالشكل الذي يليق بنا وبقيمتنا وحضارتنا وفي هذا الإطار أكد الرئيس السيسي أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو المؤذن بدخول الجهاز الإداري للدولة في مرحلة جديدة تؤسس للجمهورية الجديدة التي نريدها جميعا وهي جمهورية تسودها قيم العدالة والحوكمة وتكافؤ الفرص وعمادها بناء الإنسان المصري القادر على القيام بدوره الحضاري والتنويري إقليميا ودوليا هذا وثمن الرئيس السيسي الجهود العظيمة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة مجددا دعوته لأبناء مصر الأوفياء باستكمال مسيرة الأجداد وبذل المزيد من السعي والجهد للحفاظ على ما تحققه من تنمية واستكمال لمسيرة البناء والإصلاح كما وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي التهنئة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة وخلال التهنئة أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين لتحقيق أكبر قدر من رضاهم وذلك من خلال رفع كفاءة وتدريب العنصر البشري القائم على تطويرها وتقديمها مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت أو أخذت على عاتقها تنفيذ خطط استراتيجية لإصلاح الجهاز الإداري للدولة والتي انطلقت عام 2014 وتعد استراتيجية حاكمة تنطلق منها كل رؤى الإصلاح في الجهاز الإداري وبينما يحتفل العالم بيوم الخدمة العامة تبرز جهود مصر لدعم الجهاز الإداري وتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين جهود حثيثة تقودها الدولة طوال السنوات الماضية في إطار خطة استراتيجية تدشن مرحلة جديدة للجهاز الإداري بالجمهورية الجديدة جهود كبيرة بزلتها الدولة من أجل تعزيز وإدماج مبادئ الحوكمة في الجهاز الإداري لتحقيق الهدف الأساسي وهو تحسين كفاءة تقديم الخدمات وتعزيز الشفافية هذا إلى جانب تعزيز جهود التحول الرقمي بالتوازي مع تدريب الكوادر البشرية على المهارة الرقمية لدعم الأداء الحكومي وتوفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين وقطاع الأعمال على مستوى الجمهورية وفي هذا الإطار عملت الدولة على عدة محاور وهي الإصلاح الإداري والتحول الرقمي وتطوير النظم المعلوماتية للرصد والمتابعة وتحسين الأداء الاقتصادي وبئة الأعمال فضلاً عن تعزيز الشفافية وسيادة القانون ومكافحة الفساد وتركزت جهود الدولة في تعزيز الحوكمة عبر تطبيق سياسات وبرامج واضحة في مختلف المجالات والقضايا والقطاعات لتطوير وإصلاح الجهاز الإداري للدولة ونظم الإدارة المالية وعلى مدار سماني سنوات تبنت الحكومة رؤية الإصلاح الإداري للوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال يتسهم بالحوكمة ويخضع للمساءلة ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية فضلاً عن تعزيز آليات المساءلة حيث تم تفعيل دور أكبر لنظم متابعة وتقييم الأداء الحكومية وتطوير نظم الإدارة المحلية لتعزيز اللامركزية كما اتخذت مصر خطوات جادة لتعزيز الشفافية وتحسين التواصل مع المواطنين في مختلف الأمور بوسائل متعددة إلى جانب تطوير آليات جديدة لمشاركة الشباب في صنع وتنفيذ السياسات العامة وتأهيلهم لقيادة العمل السياسي والإداري والمجتمعي ومن أجل مستقبل أفضل استهدافت الدولة مواجهة التحديات التنموية من خلال ترتيب الأولويات وتعزيز قدرات مصر العملية لاستكمال مسيرتها التنموية في ضوء رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063 ترجمة نانسي قنقر نعت القيادة العامة للقوات المسلحة الشيخ حسن علي خلف شيخ المجاهدين في سيناء والذي وفته المنية أمس عن عمر ناهز 72 عاما كان للفقيد دور بطولي في حرب أكتوبر المجيدة والذي سيظل خالدا في سجل التاريخ هذا وتتقدم القوات المسلحة لأسرته ولأهالي سيناء بخالص العزاء داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 482 قضية تمونية بمضبطات بلغت أكثر من 84 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال الحجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 43 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبط أكثر من 46 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 612 قضية من بينها 184 قضية خبز ناقص الوزن و168 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي فقد تم ضبط سبع قضايا بمضبطات بلغت قرابة 52 طن أقماح محلية أيام قليلة تفصلنا عن ذكرى طوق النجاح الذي أنقذ البلاد من ضياع مقدرتها وتفكيك مفاصل الدولة والضرب بأمنها القومي عرض الحائط إنها ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو ثورة الثلاثين من يونيو التي جاءت لتبني وطنا وتصحح مسارا وتفتح آفاق الحلم والأمل أمام ملايين المصريين الذين هتفوا ضد سماسرة الأوطان وسارق الأحلام ليستردوا مصر الحرة الثلاثون من يونيو ثورة المجيدة صطرت خلالها جماهير الشعب بإرادتها الأبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن وبرهنت بعزيمتها القوية على أن الشعوب حينما تنطفض لا يمكن أن يقف أمامها عائق فبعد عام وثلاثة أيام فقط قضاها في الحكم أنهى الشعب حكم محمد مرسي والذي ارتكب خلاله أخطاء فادحة أنهت العلاقة بينه وبين الشعب في هذه المدة الزمنية الضائعة من عمر الوطن ففي مجال السياسة الخارجية فاشلت الزيارات المتعددة التي قام بها مرسي شرقا وغربا في فتح آفاق التعاون البناء بين مصر ودول عديدة في العالم وبت واضحا أن علاقات مصر الخارجية تقزمت في دول بعينها تدعم حكم تنظيم الإخوان الإرهابي في مصر كما رسخ حكم تنظيم الإخوان على مدار عام حالة من الاستقطاب الحاد وبدلا من أن يتفرغ الشعب للعمل والإنتاج اتجه إلى التناحر والعراك بين التأييد والرفض وبرزت الأزمات الرامية إلى تشتيت جهود الأمن والحد من اكتمال البناء الأمنية جريمة أخرى في حق الشعب المصري ارتكبتها الجماعة الإرهابية وهي الإفراج عن سجناء إرهابيين استوطنوا سيناء وسعوا إلى تكوين إمارة متطرفة تستمد العون من قيادات الجماعة الإرهابية أزمة أخرى تضاف إلى سلسلة الأزمات التي فشلت الجماعة الإرهابية في إيجاد حل لها وهي تكرار أزمات البنزين والسلعر بما أثر على الحركة الحياتية للمواطن وتسبب في الانقطاع المتكرر للكهرباء افتعلت جماعة الإخوان الإرهابية أيضاً أزمات متتالية مع القضاء بدءاً من إقصاء النائب العام إلى محاصرة المحكمة الدستورية العليا من قبل أنصار مرسي ثم محاولة تحجيم دورها في دستور ديسمبر 2012 وإصدار إعلان دستوري وقرارات تمس بالسلب القضاء والحريات العامة ومؤسسات الدولة مما تسبب في إثارة غضب الرأي العام فعاد مرسي عن بعض إعلاناته وقراراته ومضافي أخرى مما تسبب في زيادة الغضب الشعبي عليه وعلى جماعته أما فيما يخص الاقتصاد فتراجع معدلات النمو زيادة الدين العام، تآكل الاحتياطي النقدي، تهاوي مؤشرات البرصة وتراجع تصنيف مصر الاقتمانية كلها مؤشرات تعكس انهيار الاقتصاد في حكم جماعة الإخوان الإرهابية التي لا تعرف سوى الخراب والفشل والذي استشرى في جسد الدولة كالسرطان الشعب المصري ملك إرادته وبقى هو اللي بيقود حريته ومستقبله وإرادته ومحدش هيقدر يشتغل عكس ده إذن هي ثورة غيرت مجرى أحداث التاريخ المصري المغاصر وكتبت بأحرف من نور ميلاد مسار جديد من مسارات العمل الوطني المصري الخالص ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا مدير تحرير الأهرام الأساث جميل عفيفي أساث جميل بعد التحية يعني أيام قليلة تفصلنا عن ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو واسترداد الشعب المصري لمقدرات بلاده نسترجع سويا أبرز الأسباب التي أدت لتلك ثورة المجيدة في البداية طبعا مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المساعدين ثورة دي المجيدة هي تعتبر من أعظم أيام الدولة المصرية من أعظم ما حدث داخل الدولة المصرية على مدى تاريخها الشعب المصري كله خرج من أجل أن ينهي حكم لتنظيم إرهابي ساعة إلى العدس بمقدرات الشعب المصري ساعة إلى تغيير الهوية المصرية ساعة إلى الفرقة بين أبناء الشعب المصري ساعة إلى توطين الإرهاب في سينة وتوطينها في الدولة المصرية عمل على أخوانة الدولة وأن جميع المناصب كلها يتولها لتنظيم الإخوان الإرهابي والمناصرين ليهم نحن شفنا للأسف الشديد كم الحوادث التي تمت داخل الدولة المصرية تم عمليات الإرهاب المعنوي للمواطنين محاولة تحامل كنيسة العداء مع الأزهر العداء مع الإعلام ومحاصرة مدينة الإنتاج الإعلام محاصرة المحكمة الدستورية في سابقة لم تحدث في التاريخ في أي دولة في العالم العمل على تفكيد الشعب المصري التحالف مع قوة معادية للدولة المصرية من أجل تنفيذ مخططات الهدف منها تقسيم الدولة المصرية وزي احنا ما شفنا ساعة الرئيس التنظيم الإرهابي اللي كان بيحكم الدولة المصرية وقتها إلى تقسيم الدولة المصرية وأنه يعطي قطع من الأراضي المصرية لدول بعينها كل ده اللي احنا شفناه خلال الفترة دي بجانب بقى الأزمات اللي كانت داخل الدولة المصرية أزمات من الوقود ما فيش كهرباء ما فيش طاقة ما فيش أي مواد تموينية كانت موجودة للأسف الشميل كانت الدولة المصرية تعيش بحالة سنة بحالها حالة من السوات على الشعب المصري كل الشعب المصري يمتلك الإرادة يمتلك الوعي الكافي أنه في لحظة من لحظات قدر أنه هو يتحرك بكل طواقفه لمواجهة هذا التنظيم الإرهابي لإبعاد التنظيم الإرهابي عن حكم البلاد لمدة سنة واحدة رغم أنهم سعوا وحاولوا أنهم يدخلوا عناصر وتنظيمات إرهابية من الخارج زي ما قالت قيادة بتاعهم عصام الأريان أننا عندنا جيش في سينة قواموا أكتر من 30 ألف واحد لمواجهة الجيش المصري إذا سعى الجيش المصري أن يوقف مع الشعب لو نزل فأمام من تنظيم الإرهابي شفنا تهديدات على الهواء من صفوة حجازي ومن البلتاجي إن اللي هيتحرك هيتم التعامل معه بالدم وهو ده اللي احنا كنا بنشوفه في الشارع من حوالات قتل من محاولات ضرب واعتداء على المواطنين المصريين لما بيطلبوا أقل حقوقهم البسيطة بيطلبوها لكن هم كانوا بيستخدموا العنف ويستخدموا القتل يستباحوا الدماء المواطنين المصريين دخلوا في عداء مع كافة معسسات الدولة وأركان الدولة دخلوا في عداء مع قوات المسلحة في عداء مع الشرطة المصرية في عداء مع المخابرات العامة المصرية اللي هي بتحمل فرض وبتحمل الدولة المصرية بالكامل دخلوا في عداء مع كافة معسسات الدولة هو عام وثلاثة أيام فقط قضتها جماعة الإخوان الإرهابية في الحكم أستاذ جميل أبرز الممارسات التي قامت بها هذه الجماعة الإرهابية وعجلت بانتفاضة المصريين رغم عدم مرور وقت طويل على حكمها هو بالطبع في البداية زي ما قلت لحضرتك إنه هو مندخل بساعة إلى تغيير الهوية المصرية إحداث الفرقة بين المسلمين والمسيحيين وحتى كانوا على شاسات التلفزيون كانوا بيطلعوا يهجموا الإخوة المسيحيين داخل الدولة المصرية كانوا بيسعوا إلى ضرب الاستقرار داخل الدولة المصرية من خلال التصريحات كنا بنشوفها على التلفزيون من البلتاجي محاولة تشكيك الشعب في قوات المسلحة وفي الشرطة وفي هذه المحابرات كانت أكبر خطر يهدد أمن الدولة المصرية محاولات التشكيك كل ده كان لي السبق من الدولة المصرية في خلال سنة يعني أنا بقول لحضرتك أحداث يعني ممكن تكون عشر سنين لكن هما اختصروها كلها في سنة واحدة هو أحاول يسعى إلى تفكيك الدولة المصرية في سنة واحدة نهيك بقى عن إفراغه وعن القتلى والإرهابيين اللي كانوا موجودين في السهول ونقلوهم إلى سنة الاحتفال 6 أكتوبر كان بيعتفل بيض بمن قتلوا الرئيس الراحل أمر السادات وكان معادهم كلهم في المنصة المؤتمر الإرهاب العالمي اللي كانوا عاملينه في السادة اللي هو بما أفلاقوا عليه نعم كان عاما مليئا بالأسباب التي أدت لانتفاضة الشعب المصري واسترداد كرمته في الثلاثين من يونيو الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام شكرا جزيلا لك أشهد الرئيس التونسي قيس سعيد بدور الجيش التونسي في مواجهة موجة الإرهاب التي شهدتها تونس خلال الفترة الماضية جاء ذلك خلال مشاركته في الاحتفال بالذكرى الثادساتي والستين لتأسيس الجيش الوطني التونسي حيث شدد سعيد على أن بلاده دولة داعية للسلام ورعية له ومن بين هذه الأوضاع المستجدة منذ سنوات ظاهرة الإرهاب وهي ظاهرة صارت اليوم عالمية والكل يعلم أنكم استوعبتم كل علوم العصر كأفضل ما يكون الاستيعاب بل تورتم ما لديكم من أسلحة بقدراتكم الذاتية لتلافي النقاص بإرادة صلبة لا سبيل فيها للتردد والأحباط ففي مواجهة كل أنواع التحديات سود وقائعنا لا نقبل بغير الانتصار قالت وزارة الداخلية التونسية إن هناك معلومات مؤكدة عن تهديدات خطيرة على حياة الرئيس قيس سعيد وسلامته وفي مؤتمر صحفي ذكر متحدث باسم وزارة الداخلية أن الوزارة أحبطت أيضا هجوما إرهابيا استهدف قوات الشرطة مساء الخميس بالنسبة للتهديدات سيدة رئيس الجمهوري هي تم حسب المعلومات التي تويترت وفما عنها معطيات متقطعة من عديد الجهات والهياكل الأمنية أكدت أنه فما نية ومش حتى نية مخطط لاستهدافه في شخصه مخطط لاستهدافه كشخص شخصه أو المؤسسة ككل مؤسسة رئيس ومحيطه مخطط لاستهدافه فيها أطراف داخلية وأطراف خارجية تحديات كبيرة يواجهها رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي خلال الفترة المقبلة وذلك بعدما حصل على ثقة المجالس النيابية لتشكيل الحكومة الجديدة ولعلها أهم هذه التحديات الأزمات الاقتصادية وانخفاض احتياط النقد الأجنبي والمحاولة للحصول على قرد من صندوق النقد الدولي لا يزال لبنان يعاني من أزمات كثيرة بداية من انهيار العملة المحلية وانخفاض الاحتياط الأجنبي وتحدي تأليف نجيب ميقاتي لحكومة جديدة بعدما حصل على ثقة المجالس النيابية والرئيس ميشيل عون مهام عديدة تنتظر ميقاتي في مقدمتها معالجة الوضع الاقتصادي حيث يعاني لبنان أزمة اقتصادية ومالية خانقة من خلال تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي التي تهدف إلى ضمان برنامج انقاذ بقيمة سلاسة مليار دولار من صندوق النقد الدولي للتصدي للانهيار المالي للبلاد ففي تصريحاته عقب حصوله على ثقة المجالس النيابية أكد ميقاتي أن المخرج الوحيد للبلاد هو الحصول على القرد من صندوق النقد الدولي خاصة وأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكد في وقت سابق من هذا الأسبوع أن احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي انخفضت بمقدار مليارين ومئتي مليون دولار منذ بداية العام الحالي إلى نحو عشرة مليارات ونصف مليار دولار كما أن لبنان يعاني من أزمة سيولا في العملات الأجنبية حيث إن المصادر التقليدية التي كانت تغزي احتياطي مصرف لبنان توقفت ووفقا لخبراء الاقتصاد فعلى مقاتي أن يتحرك من أجل بدء عملية إصلاحية تهدف إلى عادة تدفق رؤوس الأموال في الاقتصاد اللبناني وإلى إتاحة السيولة التي تسمح بخروج البلاد من أزمتها ورغم التحديات الكثيرة التي يواجهها مقاتي يظل عنصر الوقت هو التحدي الأكبر فمن الناحية النظرية لن تدوم ولاية مقاتي الجديدة طويلاً فبعد انتهاء ولاية عون في نهاية أكتوبر الماضي من المفترض أن ينتخب البرلمان رئيساً جديداً للبلاد وسيتعين على الرئيس الجديد أن يختار شخصية أخرى لتشكيل الحكومة إلا إذا لم تجرى الانتخابات الرئاسية في موعدها كما حدث في عام 2018 كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي خدماتها التنظيمية بشكل يومي لتسهيل حركة المصلين وضيوف الرحمن عند زيارتهم للمسجد النبوي خصوصاً في التفويج للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة وفي بيان الوكالة أوضحت أنها جهزت جميع مرافق المسجد النبوي من خلال تشغيل الخدمات فيها بدءاً بفتح الأبواب البالغ عددها مئة باب وستة وثلاثون سلماً كهربائياً وعادياً وكذلك الإشراف عليها كما تقوم إدارة تنظيم الزيارة والتفويج بتجهيز المسارات المؤدية إلى الروضة الشريفة بهدف تنظيم دخول الزوار بسلاسة لأداء الزيارة أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية قصر أداء العمر على الحجاج بداية من اليوم الجمعة وذلك تسهيلاً لضيوف الرحمن وتخفيفاً عليهم وذكرت الوزارة في بيان لها أنه ابتداء من اليوم سيكون أداء العمر للحجاج فقط على أن يتاح الحجز مجدداً عبر تطبيق اعتمرنا اعتباراً من الثلاثاء العشرين منذ الحج المقبل وإلى تطورات الأزمة الأوكرانية حيث وصف الكريملين قرار الدول الأوروبية بمنح أوكرانيا وملدوفا وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي بأنه شأن أوروبي داخلية وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إنه من المهم بالنسبة لموسكو أن لا يحمل هذه الإجراءات مشاكل روسيا ولعلاقاتها مع الدول أيضاً الأخرى معرباً عن أمله في أن لا يؤدي ذلك إلى تدهور العلاقات بشكل كبير بين موسكو وبروكسل أعلنت وزارة الدفاع الروسية حصار أربعة كتائب من الجيش الأوكراني في منطقتين زولتو وغورسكوية وفي بيان أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إلى وجود نحو ألفي شخص محاصرين الآن في قرية غورسكوية من بينهم ألف وثمانمائة عسكري وما يصل إلى ثمانين أجنبياً وأكثر من أربعين وحدة من المركبات القتالية المدرعة بالإضافة إلى ثمانين بندقية وقذيفة هاون بدورها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الموافقة على المزيد من المساعدات العسكرية بقيمة تصل إلى أربعمائة وخمسين مليون دولار لتلبية احتياجات أوكرانيا الماسة في الأزمة وفي بيان ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أنه بموجب تفويد رئاسي سمح بالسحب ثلاثة عشر من الأسلحة والمعدات في قوائم جرد من وزارة الدفاع إلى أوكرانيا منذ أغسطس عام عشرين وواحد وعشرين مضيفة أن القدرات العسكرية في هذه الحزمة تشمل أربعة أنظمة صواريخ مدفعية عالية الحركة وستة وثلاثين ألف قطعة من عيار مئة وخمسة مليمتر وثمانية عشر مركبة ومعدة أخرى قال حاكم منطقة لوهانسك أن القوات الأوكرانية تلقت الأوامر بالانسحاب من مدينة سيفيرو دونسك وفي بيان أضاف الحاكم أن القوات المسلحة الأوكرانية ستضطر إلى الانسحاب من سيفيرو دونسك لأنها تلقت الأوامر للقيام بذلك معتبرا أن البقاء في مواقع تحولت إلى حطام فقط من أجل البقاء هناك ليس منطقيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لسيطرة روسية في أوكرانيا أن سيارة مفخخة انفجرت في المنطقة مشيرة إلى مصرع مسؤول أوكراني جراء الانفجار وذكر بيان للخدمة الصحفية للإدارة العسكرية والمدنية في منطقة خيرسون أن التحقيق يجرى حاليا لمعرفة التفاصيل وتحديد المعلومات المتعلقة بالضحايا واصفا لانفجار بالهجوم الإرهابي مشيرا إلى أن المعلومات الأولية تؤكد مصرع رئيس إدارة الأسرة والشباب والرياضة بإدارة ولاية خيرسون ديمتري سافلو تشينكو نتيجة للانفجار قال وزير الخارجية الأمريكي أنتني بلينكين أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستضيف 40 أو 50 مليون شخص آخرين إلى صفوف الجيع وفي مؤتمر صحفي حذر بلينكين من تدهور الأوضاع الإنسانية والغذائية حول العالم بسبب الأزمة حمل وزراء خارجية مجموعة الدول السبع روسيا مسئولية تفاق من عدم الأمن الغذائي بحصارها وقصفها للبنية التحتية الرئيسية في أوكرانيا وفي بيان لهم دعا وزراء المجموعة أو دعا وزراء المجموعة موسكو إلى رفع الحصار عن الموانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود للسماح بالصدرات الغذائية دعت المجر الاتحاد الأوروبي للتوقف عن سياسة العقوبات التي ينتهجها ضد روسيا والتركيز بدلا من ذلك على وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات بين موسكو وكييف وقال مستشار رئيس الوزراء المجري بلاج أوربان إنه كلما زادت العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي زاد إلحاق الضرر بالكتلة بأكملها وستكون أوروبا في النهاية الطرف الخاسر بسبب المشاكل الاقتصادية مضيفا أن بلاده تدعو الاتحاد إلى وقف هذا المسار أعلنت وكالة حرص الحدود البولندية استقبال 4 ملايين و292 ألف لاجئ من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية وفي بيان أوضحت الوكالة أن بولندا استقبلت أمس نحو 27 ألفا وخمسمائة لاجئ من أوكرانيا مقابل 26 ألفا وثلاثمائة لاجئ في اليوم السابقي عليه فيما غادر أكثر من 2.3 مليون لاجئ البلاد عائدين إلى أوكرانيا أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن عزم بلادها إنشاء محطة جديدة للغاز الطبيعي المسال لزيادة قدرة البلاد على الإمداد بالغاز لتقليل الاعتماد على روسيا وذكرت بورن أن بريس تريد ملأ مخزونها من الغاز بالكامل بحلول الخريف وبدء استغلال محطة غاز المسال عائمة جديدة عام 2023 بشمال البلاد وذلك لضمان إمداداتها مع انخفاض الشحنات الروسية وأشرت بورن إلى أن المحطة الجديدة ستزيد قدرة فرنسا على توفير الغاز المسال وتقليل الاعتماد على روسيا بدوره دعى رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي لعقد قمة أوروبية استثنائية حول الطاقة خلال الشهر المقبل ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن مصادر في رئاسة الوزراء الإيطالية أن دراجي طالب أو طلب الدراجي الذي تقدم به خلال اجتماع المجلس الأوروبي المنعقد في بروكسل وجد تجاوبا من دول أخرى بما في ذلك فرنسا أهلا بكم من جديد قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك أن بلاده ستتجه نحو نقص في احتياجاتها من الغاز إذا استمر انخفاض الإمدادات الروسية على نفس المنوان مضيفا أنه سيتعين إغلاق بعض الصناعات إذا لم يكن هناك ما يكفي في الشتاء وأشار الوزير الألماني إلى احتمال تقديم مزيد من الإعانات للشركات والأشخاص المتضررين من نقص الغاز محذرا من أنه لن يتسنى امتصاص جميع التداعيات تدخل الدول الأوروبية تحدي كبير بسبب نقص الوقود في أقوى التداعيات النتيجة عن الأزمة الأوكرانية والتي لا تقل أهميتها عن أزمة الغزاء التي شهدها العالم مؤخرا ومع طول أمد الأزمة الأوكرانية تتزايد التحديات والتداعيات التي تلقي بضلالها على العديد من دول العالم والبداية من أستراليا حيث أعلنت الخطوط القوية الأسترالية تخفيض عدد الرحلات الداخلية استجابة لارتفاع أسعار الوقود معربة عن توقعها بتكبد خسارة كبيرة هذا العام الأمر لا يختلف كثيرا في ألمانيا حيث حذر وزير الاقتصاد روبرت هابيك من إغلاق العديد من الصناعات بسبب نقص الغاز مشيرا إلى أن بلاده قد تعاني نقص الاحتياجات من الغاز إذا استمر انخفاض الإمدادات الروسية على نفس المنوال وهو الأمر الذي سيؤدي إلى إغلاق بعض الصناعات وفي لاتفيا أعلن وزير خارجياتها أن الشتاء المقبل سيكون تحديا كبيرا لبلاده بسبب أزمة الطاقة في أعقاب العقوبات الغربية ضد روسيا وخفضت روسيا الأسبوع الماضي إمدادات الغاز إلى خمس دول في الاتحاد الأوروبي بما في ذلك ألمانيا التي تعد أكبر اقتصاد في الاتحاد الذي يضم 27 دولة وهي دول تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي لتوليد الكهرباء وصناعة الطاقة كما أعلنت إيطاليا حالة تأهب مشددة بشأن الغاز والعمل على تقنين الغاز لمستقدمين صناعيين محددين وزيادة الإنتاج في محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم صوت البرلمان البلغرية لصالح رفع الفيتو عن بدء مفاوضات انضمام مقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي مما يمهد طريقة أمام حلحلة الوضع وأعلن نائب رئيس البرلمان أن القرارة تأخذ بغالبية 170 صوتاً في مقابل 37 صوتاً معارضاً وامتناعي 21 عن التصويت أكد رئيس الوزراء البريطاني بورس جونسون أنه سيستمر في الاستماع للناخبين بعد خسارة حزب المحافظين مقعدين في الانتخابات البرلمانية الفرعية ما أدى لاستقالة رئيس الحزب أوليفر دوندون وفي تصريحاته قال جونسون أنه يريد التقليل من أهمية ما حدث أو لا يريد التقليل من أهمية ما حدث لكل من الطبعي أن يخسر الحكومات لانتخابات الفرعية في منتصف المدة خاصة وأن بلاده تشهد ارتفاعات في أسعار الوقود وتكاليف الطاقة وتكاليف الغذاء تعهد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان ديوكسو بالاستجابة بصرامة لتهديدات بيونج يانج بالاعتماد على التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية وأوضح هان أن سول تعتزم تطبيع العلاقات بين الكوريتين من خلال خطة جريئة لنزع السلاح النووي والازدهار في شبه الجزيرة الكورية مع التمسك في الوقت نفسه بمبادئ علاقاتها مع بيونج يانج وأضف أن كوريا الشمالية اتخذت سلسلة من الإجراءات الاستفزازية مثل إطلاق متتابع لصواريخ باليستية وعلامات على تجربة نووية سابعة وتصعيد التوترات في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق أسيا وتهديد السلام والاستقرار الدوليين أقر مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة إجراءات قدمها أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تتعلق بأمن حيازة الأسلحة حتى مع توسيع المحكمة العليا حقوق حمل السلاح من خلال حكم يقضي بأن للأمريكيين حقا دستوريا في حمل المسدسات في الأماكن العامة للدفاع عن النفس ويعتبر مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ بأغلبية 65 صوتا مقابل 33 صوتا رافضا أدى أو أول تشريع مهم لإدارة حيازة الأسلحة يتم تمريره منذ 30 عاما ويستهدف تجديد عمليات التحقق من تاريخ الراغبين في شراء الأسلحة من المدنيين بارتكاب عنف أسري أو جرائم كبيرة وهم قصر قال مسؤول أفغاني كبير أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في شرق البلاد في هزات أرضية جديدة في مناطق قريبة من مركز زلزال ضرب البلاد الأربعاء الماضي وذكر موقع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 4.3 بمقياس ريختر وقع بالقرب من الحدود الباكستانية الأفغانية من جانب آخر قال مسؤول أفغاني أن السلطات أنهت البحث عن ناجين بعد الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من ألف شخص مضيفا أن إمدادات الأدوية وغيرها من المساعدات الضرورية غير كافية أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 17.336 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى زيادة يومية منذ العشرين من فبراير الماضي ورصدت سلطات ولاية مهارشترا أكثر من 5200 إصابة جديدة منها 2479 لقادمين من العاصمة المالية مومباي وقالت وزارة الصحة الهندية أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا زاد بواقع 13 وفاة ما رفع إجمالي الوفيات إلى 52.954 حالة أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 16.133 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو أعلى عدد يومي للإصابات منذ أواخر فبراير ويقول خبراء إن الزيادة تشير إلى أن موجة خامسة لانتشار الفيروس تكتاح البلاد هذا وسجلت المكسيك في المتوسط 24 حالة وفاة يومية خلال الأيام السبعة الماضية بحسب بيانات وزارة الصحة وإلى العراق حيث حذرت وزارة الصحة العراقية من الموجة الخامسة من فيروس كورونا التي يشهدها العراق وفي بيانا قالت أو قال مدير الصحة العامة رياض عبد الأمير إن وزارة الصحة تراقب معدل النسب المجب المجبة من الفحصات موضحا أن النسب المجبة من الفحصات متحركة بسرعة كبيرة حيث أصبحت 14% بينما كانت قبل أسبوع 3% موسيقى نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن توقف تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة أسوان وشدد المركز الإعلامي على استمرار العمل بالمشروع داخل محافظة أسوان وفقا للجداول الزمنية المقررة دون توقف مشيرا إلى أن هناك متابعة مستمرة للموقف التنفيذي للمشروع بهدف تحسين جودة الحياة للأهالي في الريف المصري ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم موسيقى ومازالت جهود دولة تتواصل للنهوض بالخدمات الطبية ونقلها للمناطق النائية والمحرومة وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وفي هذا الصدد انطلقت قافلتان طبيتان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة اليوم وغدا للكشف والعلاج مجانا في التخصصات الطبية وضمن القافلة جامع التخصصات الطبية وتنطلق في محافظتي الجيزة والغربية ساهمت المبادرة الرئاسية حياة كريمة في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري في العديد من قرى محافظات الجمهورية وفي محافظة السيوت عملت المبادرة الرئاسية على احداث نقلة نوعية غير مسبوقة لما يقرب من مائة وخمسين قرية شملت كافة القطاعات الخدمية خاصة قطاعي الصحة والتعليم حياة كريمة شعار تحول لواقع تشهده ربوع مصر مشروعات هنا وهناك في كل مكان كان لها نصيب الاسد بمحافظة السيوت التي شهدت قراها نقلة نوعية غير مسبوقة بفضل مبادرة الرئاسية التي غيرت وجه الحياة بالمحافظة بأسرها نشكر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في اطلاق المبادرة الرئاسية تطوير الريف المصري اللي هي أولة اهتمام بالصعيد والقرى المحمشة منذ فترة طويلة وبدأت بالفعل تنفيذ المشروعات على النطاق الوحدة المحلية بالشامية اللي أنا موجود فيها في عندي مستشفى حميات الشامية تم على تطويرها في عندي كم من المدارس بالكامل على النطاق الوحدة تم تطويره ورفع كافاته نحن علينا قدام نقطة السعاف الشامية تمام دي مكونة من اتنين جراج دي بتخدم قرية الشامية دي نسبة الانجاز بتاعتها خلاص مية في المية وقف على تسليم خلاص فيه ثلاث نقطة سعاف برضو في الساحل معايا بس نسبة تنفيذهم برضو نفس القصة مية في المية خلصناه اكثر من مائة وخمسين قرية رفعت شعار حياة كريمة منذ عامين ففي مركز ساحل سليم تولت المبادرة تطوير جميع قرى المركز كاملة منها قرية الشامية تنفيذا لخطة الدولة للنهوض بالمرافق والخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وفقا لخطة التنمية المستدامة وبرامج تنمية الصعيد جهاز تعمير وسط شمال الصعيد بيشرف على مشروعات حياة كريمة داخل ساحل سليم بعدد من المشروعات منها في خطاع الخدمات فيه عندنا ثلاث مجمعات خدمية وفيه ثلاث مجمعات زراعية وفيه عندنا خطاع الصحة في ثمان وحدات صحية فيه خطاع كباري فيه تسع كباري التطوير شامل مختلف قطاعات الخدمات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والرصف والطرق والإسعاف والطب البيطري والشباب والرياضة وغيرها من الخدمات والمرافق احنا بنشكر سيادة الرئيس عبد فتح السيسي على مجهوداته وتعبوا معنا في الصعيد الحمد لله مشروع حياة كريمة بيقدم حاجات كتير جدا مشاريع جميلة للصعيد منها صرف صحي منها غاز طبيعي منها كهرباء منها مدارس منها مستشفيات وتطوير الوحدات الصحية ننعم بحياة كريمة ونظرة السيد الرئيس للصعيد والقرى في تطوير المشاريع الجديدة الصعيد ده حضرتك كان مهمش ما فيش حد بيسأل عنه خالص ولا بيبص عليها النهاردة بنبص احنا بنلاقي مشاريع صرف صحي محطات مياه شغالة هكذا تبدلت حياة مواطني قرية الشامية مركز ساحل سليم بأسيط في وقت قياسي كثمرة جهود حثيثة تبدلها الدولة لتوفير حياة تليق بمواطنيها وما تلك القرية إلا نموذج مصغر لتلك الجهود أعلنت وزارة التنمية المحلية أنه تم خلال العام المالي الحالي تنفيذ مشروعات لدعم البنية الأساسية للمحافظات باستثمارات تقدر بحوالي 25 مليار جنيه وذلك من خلال الاعتمادات التي تم تخصيصها لدووين عموم المحافظات وأكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن المشروعات المنفذة استهدفت تحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين وتحسين خدمات الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين والسماح بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي إلى جانب تسييل حركة الانتقال بين القرى والمدن وحل الاختناقات المرورية وتسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين أكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين ضرورة التنصيق والتواصل الدائم مع الجانب البحريني لتفعيل العمل الإعلامي المشترك من خلال التبادل والإنتاج البرامجي وتكثيف الدورات التدريبية وتبادل الخبرات والتجارب الإعلامية جاء ذلك خلال لقائه وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين رمزان ابن عبدالله النعيمي على هامش فعاليات مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون الذي تقام فعالياته بمملكة البحرين وقد بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الإعلامية والعمل الإعلامي وبدوره أكد النعيمي عمق وتميز العلاقات بين البلدين الشقيقين تواصل الدولة المصرية جهودها لتعزيز وتطوير صناعة النقل الجوي لتحتل صدارتها المستحقة وفي هذا الإطار استقبل وزير الطيران المدني محمد من نار السيد عاصم سالم وزير النقل والمواصلات الفلسطيني والوفد المرافق له بحث الوزيران سبل تعزيز التعاون بين البلدين في كافة مجالات النقل الجوي حيث أكد وزير الطيران حرص مصر على تعزيز التعاون وتوفير كافة الخدمات والإمكانات للأشقاء الفلسطينيين في مختلف أنشطة النقل الجوي من جانبه أشهد وزير النقل الفلسطيني بمكانة مصر في صناعة النقل الجوي ودورها المهم مؤكدا تقديره للجهد والدعم الذي تقدمه وزارة الطيران المدني لدولة فلسطين في مجال النقل الجوي وفي مجال جهود الدولة للحد من تلوث المسطحات المائية واستخدام الطاقة النظيفة افتتح وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي محطة صرف طلبات سبعة لخدمة زمام 86 ألف فدان بمحافظة كافر الشيخ وأكد وزير الرأي أن مصر أعلى دول العالم في إعادة الاستفادة من المياه لتوفير احتياجتها منها وأضاف أنه تم تقليل نسبة التلوث والملوحة النتيجة من مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي وتحويلها لفرصة من خلال منع صرف تلك المياه في مياه البحر وإقامة محطات معالجة كاملة للاستفادة من مياه الصرف والمياه الجوفية والطاقة الشمسية لسد جزء من مشكلة العجز المائي والزيادة السكانية انتهت نشرتنا وبقية تذكير بهم مجا فيها الرئيس السيسي يستقبل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة الرئيس السيسي يهنئ العاملين بالجهاز الإداري ويثمن جهودهم لخدمة المواطنين الداخلية التونسية تكشف مخططا لاختيال الرئيس قيسي سعيد انتهت نشرة الثالثة من التلفزيون المصري شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة